السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأصدقائي صديقات المتعلمات مرحبا بكم في هذا الفيديو في حصة اليوم إن شاء الله سننجز الفرض الأول للدورة الثانية في مادة النشاط العلمي للمستوى الثاني من التعليم الابتدائي إذن يتعلق الأمر هنا بفرض المرحلة الثالثة للموسم الدراسي 2021-2022 إذن نبدأ بالسؤال الأول السؤال يقول أربطوا كل صورة بنوع القوة المناسبة لها إذن هنا عدنا تلك الصور عدنا البطاقة الأولى فيها قوة كهربائية قوة عضلية قوة مغناطيسية قوة كهربائية يعني عدنا فيها الكهرباء عضلية تتدخل عضلات ثم قوة مغناطيسية تدخل المغناطيس إذن نبدأ بالسؤال الأولى إذن الصورة الأولى لدينا طفلة أو لاعبة لكرة المضرب لكي تدفع الكرة لابد لها من أن تمارس قوة عضلية لذلك بالنسبة للصورة الثانية فهي تمثل إذن هنا عدنا رجل أو شخص يحاول أن يجدب المغناطيس يعني أن يجدب مسمار أو مفتاح إذن هذا مفتاح مفتاح بواسطة مغناطيس إذن هنا عدنا قوة مغناطيسية لأن لدينا المغناطيس بالنسبة للصورة التالية لدينا هنا آلة للطحن هذه الآلة تشتغل بالقوة الكهربائية أو بالطاقة الكهربائية إذن فهنا سنصلها مع قوة كهربائية هذا فيما يخص الإجابة عن السؤال الأول نمر الآن إلى السؤال الثاني أكتبوا اسم كل جزء داخل إطاره إذن هنا عدنا نبتة كل جزء سنكتبوه في كل جزء سنكتبوا الاسم دياله في الإطار إذن سنبدأ بالجزء اللي كان في الأعلى إذن الجزء اللي كان في الأعلى هنا عدنا أوراق إذن نكتب أوراق أوراق ثم بالنسبة للسام الثاني إذن لاحظنا فهنا لدينا الساق إذن نكتب ساق بالنسبة للسام هنا فيشير إلى الجذور ونكتب جذور جذور هذا فيما يخص الإجابة عن السؤال الثاني نمر الآن إلى السؤال المولي ثالثا ألون النوع المناسب لكل صورة إذن هنا عدنا يعني عدنا ثلاثة أربعة ديال الصور إذن عدنا أربعة ديال الصور وعندنا جوج الإختيارات سنرى الصورة مزيدة ونقرأوا الإختيارات ونلونوا الإختيار الصحيح نبدأ بالصورة الأولى نبات تلقائي أو نبات مزرع إذن هنا عدنا نبات التفاح إذن نبات التفاح ليست بنبات تلقائي بل نزرعها إذن ونلون الخانة المناسبة وهي نبات مزرع مزرع نقوم بزراعتها بالنسبة للصورة التانية فهنا تبين لنا بصل بصل وطلب منا فيه أن نختار هل هذه البصلة جذر حزمي أو جذر وتدي إذن هنا كما نعرف فإن البصل جذر وتدي إذن نلون وتدي إذن جذر وتدي الصورة الموالية الصورة الثالثة إذن هنا لدينا شجرة تريب منا فيه أن يعني أعطونا جوش الإختيارات أعطونا جذع وعطونا ساق درناتي إذن هنا سنختار جذع لأن هنا يتعلق الأمر بالجذع إذن الصورة إذن فيها جذع جذع شجرة إذن جذع نمر إلى الصورة الرابعة إذن هنا سنختار إما ورقة بسيطة أو ورقة مركبة وإذا لاحظنا فهذه الورقة ليست ببسيطة بل هي مركبة لدينا فيها 1, 2, 3, 4, 5 خمسة الأجزاء إذن هي ورقة مركبة ليست بورقة بسيطة ونلون ورقة مركبة نمر الآن إلى السؤال المولي رابعا أضع علامة مضروبة في خانة الجزء الذي يؤكل إذن لدينا هنا مجموعة من الخضر وطلبوا منا باش نحددو يعني الجزء الذي يؤكل من هذه الفاكهة أو من هذا الخضر إذن نبدو بالصورة الأولى الصورة الأولى هنا عندنا اللفت إذن هنا غادي يقولون واش غادي ناكلوا الأورق ولا الجذر إذن هنا بطبيعة الحال غادي ناكلوا الجذر إذن الجذر أما الأوراق لا تؤكل في هذه الحالة إذن سنضع علامة أمامها جذر في هذه الحالة غادي ناكلوا الأوراق جذر 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 الجذر الغيشة الزيتون 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 اللوز الزيتون 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 إذن هنا أحافظ على نباتات الحديقة بالسقي إذن هنا سنكتب السقي بالسقي وأتجنب كسرها إذن أتجنب كسرها واقتلاعها والمشي فوقها إذن نعيد قراءة الجملة أحافظ على نباتات الحديقة بالسقي وأتجنب كسرها واقتلاعها والمشي فوقها إذن هذا فيما يخص لإجابة عن السؤال الخامس والآخر إذن إلى هنا أصدقائي نصل إلى نهاية هذه الحصة نلتقي إن شاء الله في الحصة المقبلة حيث سنتمم إنجاز بقية النماذج للامتحانات للمستوى الثاني من التعليم الابتدائي امتحانات المرحلة الثالثة أي الامتحانات الأولى في الدورة الثانية أتمنى لكم حد موفق دمتم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر